مساء الخير على كل مشاهدي برنامج تحدي النهاردة حلقتنا هتكون حلقة مفيدة جدا جدا وحنستمتع بيها النهاردة هنتكلم على حاجات طبعا بتخص الشعب المصري كله وطبعا زي ما انتحاراتكم عارفين احنا كل حلقة بنعرض لكم حاجات مهمة جدا مع دكاترة كويسين دكاترة من على اعلى مستوى والنهاردة هنتكلم عن جراحة تكميم المعدة بالمنظار النهاردة هتكون مع ضفنا الكيمة والقامة الدكتور محمد شعبان عدو الفدرائية الدولية لجراحة السمنة المفرطة واخصائي جراحة والمناظر دكتور محمد اهلا وسهلا بك نورتنا وشرفتنا بحضرتك اهلا بسهلا بسهلا بمشاهدين دكتور بيقابلنا حاجات كتير او مشاكل كتير او 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 بسبب جراحة تكميم المعدة عايزين نتكلم الاول ايه هي اخطر اخطر مرض سمنة طبعا سمنة مرض يعني بدأ يظهر على الساحة في الفترة الاخيرة باخطاره اللي بيسببها ومضاعفاته اللي بيسببها للانسان سواء يعني كانت اخطار جسمانية او نفسية السمنة ليها اخطار كتير او استاذ رمضان يعني لما بيكون البناء ادم وزنه زايد عن المعدة للطبيعي كل بناء ادم ليه معدل كتلة جسم المفروض يبقى عليها طبقا لطوله لو زاد عن المعدل ده ودخل فيه اطار مرض السمنة اللي هو برضو درجات يعني فيه سمنة درجة اولى درجة تانية درجة استالتة لما بيبدأ يخش في المراحل دي بيبدأ يظهر عنده بعض المشاكل زي المفاصل المفاصل بتاعته بتتأثر جدا لان المفصل لما بيبقى شايل وزن اكتر من الوزن المفروض ان هو يشيله ويتحمله يبدأ يخش في مشاكل كتيرة زي الخشونة والهشاشة والضعف واحيانا المرضى كتير بيقولنا دكتور العظام يعني قال لهم اهم الخطوة في علاكو هو ان انت تخس وتقلل وزنك برضو من ضمن المشاكل الكتير جدا اللي بتبقى مصاحبة المرض السمنة مرض السكر السكر دايما بنلاقيه متواجد بنسبة كبيرة جدا عند اغلب المرضى اللي بيعانوا من السمنة المفروضة غير بعض الامراض التانية زي الدهون الكوليسترول والدهون السلسية بتبقى طبعا موجودة بنسبة كبيرة جدا على الارياد الدموية وده بيأثر على القلب بصورة مباشرة كمان بتأثر على حاجة مهمة جدا هي التنفس بيجيلي مرضى كتير بيعانوا من مرض توقف التنفس اثناء النوم بسبب السمنة بيقول لي يا دكتور انا لما باجي نام نفسي بيقف وبابقى مش قادر اخد نفسي لما بنام افقي ما بعرفش نام احيانا بيضطر ينام وهو قاعد او يحط مخدات عالية جدا وراه دي مشكلة جامدة جدا يعني تتعرض مع الحياة ده غير بقى المشاكل الحياتية اليومية والمشاكل النفسية يعني كتير جدا بيبقى عندهم شوية مشاكل بسبب الحركة المواصلات العامة طلوع السلم وانا مروح او وانا رايح شغل يعني المشي مسافات طويلة كل ده بيتعب بدري ما بيقدرش يقوم بالانشطة اليومية العادية دي فده بيضايقوا جدا وبيصيبوا بدرجة من درجات الاحباط او الاكتئاب خاصة ان في درجات من درجات السمنة بتبقى سوبر اوبيزي يعني بتبقى معدل كتلة الجسم عالي جدا لدرجة بتبقى مضايقة في كل شيء قعاد نوم ماشي رياضة يعني كل حياته العملية والمنزلية والاجتماعية متأثرة جدا بسبب مرض السن طب لو قلنا يا دكتور امتى الحلول العلاجية اللي هي مثلا نلجأ اليها لجراحة مزايا المعدل بص عدركية السمنة لما بنيجي نلجأ لعلاجها بنشوف هو فانهي درجة من درجات السمنة الدرجات الاولية او الدرجات البداية بتاعت السمنة بنبتدي معها دايما بتبقى الحلول مش جراحية بتبقى حلول انظمة غزائية وممارسة رياضة وعدات معينة عشان نحافظ على وزن ما يزيدش بصورة تدخله في السمنة المفردة لكن لو المريض تعدد كتلة الجسم بتاعه رقم معين اللي هو دايما بيبقى 40 لنا معادلة معينة كده بنقسم الوزن على مربع الطول لو عدى الاربعين بيبقى دخل في اطار السمنة المفردة واللي دايما بتحتاج تدخل جراحي بتختلف بقى الحلول الجراحية يعني فيه جراحية تكميل معدى بالمنظر اللي حضارك بتفضلت وسألت عنها وفيه برضو تحويل مصار وفيه يعني شوية جراحات جديدة اقل شهرة بس يعني بدأت تظهر ساسي وسادي وكان فيه زمان اخترعوا تدبيس المعدة بدبوس في الاول وبعد كده هي تحولت دلوقتي للتكميم لمزاياها الاحسن من التدبيس شوية يعني بيقى فيه شوية وفيه الحزام حزام المعدة فيه شوية اوبشنز او اختيارات كتير جراحية للسمنة اذا فشل ان هو يقل المريض وزنه بالنظام الغذائي ورياضة او كان معدل كتلة الجسم بتاعه عالي وخاصة خاصة لو كان مصاحب لي مرض من الامراض المزمنة زي اللي احنا لسه قلنا بتاعت التنفس والقلب والسكر والحاجات دي طيب لو دكتل لو قلنا ايه هي تكميم المعدة تكميم المعدة هي حل جراحي بالمنظر الجراحي لعلاج السمنة المفرطة بتبقى عبارة عن ان انت بنعمل قص طولي للمعدة بنستقصل حوالي 75% من حجم المعدة العادي عند المريض ده وبنسيب له جزء بسيط جدا اللي هو حوالي 5 المعدة او ربع المعدة ولما بنشيل الجزء ده الجزء ده بيبقى في حتة فوق خالص عند راس المعدة اللي احنا بنطلق عليها الفندس دي اللي بيبقى فيها هرمون الجوع اللي بيتفرز من المكان ده فلما بنشيلها طبعا بيخش المريض في ضايت اجباري بيبدأ كمية الاكل اللي كان بيتناولها تقل جدا هتقل الدرجة كبيرة جدا ما تخلهوش يكتسب وزن زيادة بل بالعكس بتخلي جسمه يحرق من الدهون ويقل من الوزن اللي هو في الصورة اللي موجود عليها دلوقتي فبيبدأ وزنه يقل والجزء المستقصل ده احنا بنشيله بيخرجه بره وبيبدأ البناء ادم ينزل الاكل على المعدة الجديدة وينزل على الامعاء ويمتص عادي خالص بس بتبقى الكمية قليلة بتقل شوية اه فبتبقى المعدة ارفع بكتير من الاول وبالتالي فرصبا عنه ما يقدرش ياخد كمية كبيرة من الامعاء طب لو انا يا دكتور ميني الناس اللي هي تناسبهم عملية التكميم تمام المرضى اللي يناسبهم ان هم يعملوا عملية تكميم المعدة زي ما قلنا هم مرضى السمنة المفرطة تمام اللي معدل كتلة الجسم بتاعهم معدل الاربعين اه 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 لو بالذات بيعانوا من امراض مزمنة زي اه توقف التنفس اثناء النوم امراض المفاصل اه علوى ضغط الدم علوى سكر الدم وكمان يعني ارتفاع الدهون زي الكوليسترولوس والدهون السلسية ويعني لو هم حاولوا بالضايت والرياضة وفي الغالب في الكتلة دي بيفشل الموضوع ان هو يقللهم في الوزن او بيقلوا شوية ويرجعوا يزيدوا تاني بيبقى هو ده الحل الامثل ليهم خاصة ان هي عملية يعني نتائجها كويسة وفي نفس الوقت اه ملهاش اعراض جانبية وليها مزايا كويسة او ملهاش اعراض جانبية يعني على المستوى الكبير اللي تخلي المريض يخاف يعملها او يقلق ان هو يعمل اه دكتور فيه سؤال بس سؤال مهم جدا 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 وده اللي احنا يعني على عن تكميم المعدة اه عايزين نعرف دكتور اه ال الاشخاص تمام يعني انت دلوقتي اه فيه ناس بتبقى معروف كده كل يوم لهم مثلا اكل معين اه طب هل بقى الاكل معين ده مثلا الوجبة اللي هو بيكون الحجمه معين هل الوجبة دي بعد العملية بتقل ما انا بقول لحضرتك انت لما بتشيل جزء كبير من المعدة بالتالي كمية الاكل اللي هيكله هتبقى قليلة جدا بس طبعا انت اول ما بنعمل العملية دي بيفضل البناء ادم كذا يوم لمندة اسبوع او اكتر على سوايل فقط لان المعدة الجديدة الجزء اللي متبقي منها من المعدة الاصلية بتاعته مش هيستحمل ان انت تدخله اكل صلب في الفترة الاولى يعني بتادي الاول بالسوايل لمدة اسبوع او اكثر قليلا لحد ما تتكيف المعدة على الوضع الجديد والمريد نفسه يتعود على الوضع الجديد بتاع النظام الغذائي الجديد اللي هو قل في الكمية لكن بعد هذه الفترة بعد الايام دي بنبدأ ندخل الاكل بالتدريج النظام الغذائي الاولي ده بيبقى ستة اسابيع بس بعد كده المريد بيأكل عادي خالص يعني انت اول اسبوع في الستة اسابيع بيبقى سوايل الخمس اسابيع اللي بعد كده بنبدأ ندخل الاكل بالتدريج يعني نبتدي في تاني اسبوع بالاكل الشبه صلب زي ايه الزبادي البطاطس البيوريل مهروسة الجلي اللسان العصفور الحاجات دي نبدأ ندخلها واحدة واحدة وبعد كده نفضل نمشي بالتدريج لحد ما يأكل عادي جدا زيه وزيك زي أيبنى آدم بس بعد الاسبوع السادس بس الكمية هتبقى قليلة جدا وانا برضه يعني عشان المرضى ما تهش لازم نقول ان هو مش بنعمل عملية وبنرحه وخلاص لأ هو بيتابع معايا اسبوعيا في الفترة الاولانية دي وبيبقى يعني معايا نظام رزائي انا ببقى مندهوله مطبوع كده يعني انا حتى ببقى عاملهوله في شكل كتاب بنتناقش معاه بيبقى كل اسبوع فيه هناخد ايه بحاجة كويسة جدا جدا اه طبعا وبيبدأ يمشي على النظام ده ويشوف عشان بنكتبله امثلة كتير من الحاجات اللي ياخد عشان ما يزهقش وبيبقاش عارف طبعا النهار ده كل دولة لا لا انا فممكن بفيه ملل بقى اه فبيبدأ ان هو الموضوع يمشي بعد الاسبوع السادس خلاص بيبقى انسان عادي جدا بيفطر ويتغدى ويتعشى بس الوجبات بتبقى صغيرة في الكمية لكن ما بيبقاش فيه اكل محروم منه او ممنوع منه الكمية قليلة عشان المعدة قلت في الحاج اه عادي جدا بيبدأ يقل في الوزن لان الكمية الاكل اللي كان بياخدها قلت بكتير عن القبل كده والجسم بيبدأ يحرق من الدهون او الوزن الزائد اللي عنده من القبل كده طب لو قلنا بقى دكتور ايه هي المضعفات العملية بصدر حدود طبعا اي مضعفات في اي عملية في الدنيا جراحية بيبقى ليها مضعفات وردة او محتملة بنسب معين تمام المضعفات الوردة او اشهر المضعفات الوردة بعد عملية تكميم المعدة اه هي حاجة اين الحاجة الاولانية اه التسريب التسريب ده بيبقى مضعفة اه وردة الحدوث بالنسبة اقل من اتنين في المية تمام من مية والمضعفة دي معناها ان بعد ما بنعمل العملية بالالات المستخدمة والدباسات والتبابيس الجديدة المستخدمة تمام اه ممكن لقد الله يحصل تسريب من المحتويات بتاعة المعدة من جوة لتجويف البطن من براء بس طبعا مع التكنولوجيا الجديدة والدبابيس الجديدة والدباسات الزكية والاحتياطات اللازمة الموضوع ده بيبقى ندر الحدوث وقليل جدا في الفترة الحالية وبرضو اه اثناء العملية بنعمل اختبار اسمه اختبار التسريب وبعد ما بنخلص بنحقن المريض سابغة كده عن طريق اه امبوب داخل المعدة تمام نتطمن ان التدبيس والتكميم ماشي على طول المعدة اه مفيش منه اي تسريب مفيش اي منه اي مشاكل تمام وبنبقى مطمئنين تماما ان ما فيش اي مضاعفات ولا حاجة ان شاء الله الحاجة التانية النزيف احيانا طبعا زي اي عملية بيبقى ورد ان يحصل لقد الله شوية نزيف بس طبعا بنعمل احتياطاتنا بكده ان احنا بنحافظ على ضغط العيان اثناء العملية مع الدكتور التجدير اللي موجود ولو بيبقى معانا مواد معينة للتحكم في ان ده ما يحصلش وبنحطها على الخط بتاع التكميم عشان نمنع حدوث اي نزيف لقد ده الله والامور بتمشي كويسة جدا ان شاء الله بس طبعا المضاعفات دي استاذ رمضان هي مضاعفات نادرة جدا يعني بقول لحدك اقل من اثنين من المية مثلا بتاعت التسريب في الحدوث ولو لقد ده الله حدست بيبقى ليها طرق للتعامل معاها زي الدعمات ندر نخلص منها ونتعامل معاها بس اهم حاجة يعني انه تقدر تكتشفها بشكل سريع عشان تقدر تتعامل معاها طيب لو قلنا ايه مقدار الوزن اللي يقدر يفكدوه بعد العملية هو معدل النزول في الوزن بيبقى تدريجي يعني هو المريض بيخش يعمل العملية بيبدأ يقل نسب متفاوت اول اربعين يوم تقريبا بيقل حوالي يعني من 10 ال 15% من وزنه ودي بتبقى نزولك كويسة جدا بالنسباله وبتديله دفعك كويسة بعد كده يبدأ يقل كل شهر حوالي 5% من وزنه اول 6 شهور تمام بعد 6 شهور الاولانيين دول هيجي يبص هيلاقي قال يعني ابتو 40% من وزنه وده بيديله طبعا يعني دفعك كويسة جدا طيب حنسلنا والنه surplus التالفوني تفضل كالو السلام عليكم السلام على الله coaching براكاته اه محضرتك يا استاذ بايوني اعلن وسهلا أفضل افهمże بتفضل ازاي يا استاذ وبايوني كذلك يا محمد اه تمام أهي joining السلام بايومي أنا مش عارف رضاك ساكدني ولا لأ خبرك بتعملي تكيين للمعدة من صنة ونصف اهي سهلا السلام اساس بايومي فيها إذا بالكراك جدا הواي محيات وخيارك بعد الي انت عملت معي ربنا أي خليك اساس بايومي التوفيق بايومي بطل فعلا لأيه كان مع ado سابعين كيلو سامان وكان رو مشاكل جندا جدا في التنفس وشهرة أنتهصال عضو رضاك اهه احنا عملنا له العملية دي منق avant ونص هو دلوقتي ما شاء الله بقى كوتش يعني ومدرب في جيم وقال تقريبا أكتر من نص وزنه بقى حاجة وسبعين كيلو وملتزم جدا معايا بالمتابعة لا أنا فاكرك طبعا يعني والأمور مشت كريسة جدا يعني ده اللي بقول لحدك علي أنه بتفرق جدا في حياة المريض يعني هو بيتحول أحيانا لإنسان تاني يعني كان عندي برضو مريض ليبي كان عنده مشكلة التنفس دي دلوقتي هو بيقدر ينام جدا طبيعي كان جاي بجهاز بيديله الهوى أثناء النوم لو التنفس وقف تمام بس ما دلوقت التنفس دلوقتي هو لو ما تبعش مع دكتور ممكن يحصل أي مشكلة ما هو دايما الدكاترة بتوع الصدرية بيديله الجهاز اللي هو البايباب ده اللي بيمديله الهوى والأكسوجين أثناء التنفس يعني بيحفظ على أن التنفس بتاعه يبقى شجل ما يقفش بسبب السمنة وبيبقى نصيح الدكتور الصدرية بوغم وجود الجهاز والأدوية والبكارات كل حاجة أنه يقلف الوزن عشان ده يخليه يستغنى عن الجهاز وينام ويمارس حياته بصورة طبيعية أثناء النوم والتنفس ما حصل لهش مشكلة وده حصل مع المريض صديقي ده وماشاء الله عليه دلوقتي تمام وكان في زيارة أنا معرفته شوه داخل علي يعني كان في زيارة المصر وماشاء الله عليه بس فيه بس مشكلة يا دكتور الناس بتخاف أول من عملية تكميم المعلة دي هقول لحدك الحاجة كان الأول طبعا فيه خوف عموما من جواحات السمنة من أول التببيس وبعد كده التكميم وتحول المصر وكذا ولكن بدأت ثقافة المجتمع تتحسن والمرضى اللي بيعملوا التكميم بقم كتير جدا ونسبتهم زادت في المجتمع وظهروا للناس وبينوا أن هما أحسن بكتير من الأول وأن ما فيش مضاعفات للدرجة اللي الناس بتخاف منها ودايما يعني لما مريض بيشوف واحد قدامه عمل الحاجة ده بيديله ثقة وبيخليه تطمن وبيقدم علي يعني أجلب المرضى بتوعي اللي بيعمله معايا دايما بلاقي المرضى الجداري اللي جايين دايما أصدقائهم نحن ترفون بس مدام ياسمين فضل يا فن سالو أيوة فن دم حضرت سلامة الله وركات زكا دكتور محمد أعلن مستهلا فن معك مدام ياسمين أعلن مدام ياسمين إزاي أم أدم أفكرني أطبعا زكا دم ياسمين أحنا تعبنا دكتور محمد معنا جامل أول حد بالوقت يعني في أي وقت احنا بنطلوبه وبيبقى موجود تحت أمك تحت أمك تحت أمك فنحن بنشكره الله في السلام على اللعنة ومعان خلص تحت أمك يا مياسمين في مزوخ جامد ووزلنا في الوحمة وبقى أنا حلوين يا عمي ميا ميا زي مياسمين لسه عملا من شهر وانت ملحقتيش إن شاء الله هتنزلي أكثر لا بس تقضوا في تقضم يا دكتور إن شاء الله إن شاء الله نتعلعيش نشكر حضرتك وناخد تصل الحاجة محمد سلام عليكم ربنا خليك يا رب تسلم ممكن نتلم الدكتور محمد؟ تفضل يا دكتور سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام وأحطلا تفضل يا فن يا ربيك وأستعليك 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 يا حبيبي أنا 63 عام وكنت عمل أمالة غير منظمة وبقى لي 20 سنة مشعر الضبطين اصطناعي راح أغير المرصة للمرة الثالثة تبستشفى المهمة لأنا منها 25 تيل وبعمل رجمات ومش هادر أنشي وقاعد في زياد مشاعر ذات المشكلة إلا أنا نبس تعمل عمالات اللي الحضور بيكالم عليها ديت تعمل إيه ولا روح ديه طيب طيب إحنا بصوا حضرتك ساكن فين حضرتك من منطقة أين في منطقة المعدة لتبع السلام في القاهرة في القاهرة لا تحترم حضرتك مفيش مشكلة إحنا ممكن نبعت حضرتك بالتنصيق مع زملائنا في طب قصر العيني بتتعمل هناك برسوم مخفضة وبيبقى فيه زي طبارعات أو حاجات زي كده هناك ممكن نسأل حضرتك حضرتك سيب برقمك في الكنترول مع السيد رمضان إن شاء الله وهنكلم حضرتك ما تقلقش إن شاء الله نشكر نشكر شكرا جنزا وعلى فكرة برضو يعني الموضوع زي ما أنت شايف يعني بدأ ينتشر والناس بتبحث عنه لما بتشوف حالات عملت قدامها بيبقى هو عايز يعمله طبعا الجزء المادي ساعات بيعوق الموضوع بس يعني فيه ناس في الجامعات طبعا مشكلة برده دكتور طبعا طبعا لأن هي ليها مستلزمات غالية شوية بس الحقيقة وزارة الصحة بدأت إن هي تحط الموضوع في الدراسة يعني أنا كنت عملت في مستشفى من مستشفى وزارة الصحة مستشفى درمات العام حالات كان الوزارة وفرت لنا المستلزمات كلها وعملنا حالات بالمجان في مستشفى درمات العام والموضوع كان كويس جدا وبدأنا ننشره ويا رب يتعمم في وزارة الصحة والجامعات المصرية لأن طبعا علاج السمنة شيء هيفرق كتير جدا مع المريض بعد كده توفير للدواء بتاعه للأمراض المزمنة اللي ماشي عليها والمصاريف اللي بيصرفها على الأكل التكوي والأكل الكتير لو هو بيتنامع الواجبات كتير أو شرح في الأكل أو كده وعلاجات تغيير المفاصل زي ما الاتصال الأخير الحاج كان بيقول إنه هو غير مفصل كل ده بيبقى في غينة عنه لو هو قدر إنه هو يعمل العملية دي حتى لو لها تكلفة معينة أعلى من المعتاد شوية بس بتفرق مع المستوى الاتصال بعد كده بتوفر له كتير بتوفر طبعا كدير طبعا مطلب طيب لو قلنا بقى دكتور إنت بقى أرجع بقى وامارس شغلي وامارس حيات الشخصية بقى بص عملية التكمين المعدة بالمنظر فيها ميزة هيلة جدا هي عملية بسيطة يعني مدتها في العمليات ما تزيدش عن ساعة في الظروف العادية بيخرج المريض من المستشفى تاني يوم بيقدر يمارس حياته عادي جدا من تاني يوم في البيت ويتحرك ويقوم ويروح وييجي وبينزلوا لشغلة من خمس يوم تاني أسبوع بيكلموني يقول لي إحنا في الشارع وبنتمشى وفيش أي مشكلة وأحيان بيجي لي مرضى من دول شقيقة زي السعودية بعد أسبوع بيكون في السعودية وبيكلمني من هناك وما فيش أي مشكلة وبيبقوا حاجزين الطيران مسبقا يعني ومرتبين الدنيا مع بعض بينزل نعملها وبيرجع على طول وما فيش عنده أي مشاكل المنظر الجراحي جروحه صغيرة قوي فده مش بيسبب مشاكل في الحركة والممارسة بتاعت الحياة العامة هل بيبقى في في الجلد يا دكتور تراهل بعد العملية يعني بص هو إحنا طبعا بعد العملية دي بيبدأ الجسم يخس بالتدريج فبعد نزلنا للوزن بمقدار كبير زي نص الوزن مثلا لما يقل له ولا حاجة بيبقى فيه جلد طبعا زائد نتيجة التراهلات احنا بيبقى قدامنا حل من اتنين لو المريض الجلد بتاعه مش مناسب ان هو يتساب كده او زائد عن الحد بنطبع احنا نشيله بعملية جراحية تجميلية ليشد الجلد او لو المريض وهو أثناء ممارسة النظام الجزائي بتاعه في خلال ستة شهور الأولانيين دول ويه أضاف للنظام ده نظام رياضي تمام والتزم بممارسة الرياضة ده بيحاول يقلل الموضوع ده شوي ان هو يحتاج ان هو يشد الجلد تاني المتوهل وبيخلي الجلد يتشد مع النزول في الوزن بالتدريج تمام ويشد جسمه كمان يعني أستاذ بيومي اللي بيكلم حضرتك ده محتاجش شد جلد تمام مشي رياضة من تاني اسبوع او من تالت اسبوع وفضل ماشي عليها ومحتاجش شد جلد فيه ناس تانية لأ بتحتاج هل جرح العملية بيكون كبير يا دكتور ولا ايه؟ لا ما نبقى الله حضرتك هو العملية بتتم بالمنظر الجراحي فتحات صغيرة جدا لا تتعدل واحد واثنين من عشرة صمتي وبتبقى جروح تجميلية بيبقاش ليها أثر كبير وبيتخلي المريض بالتالي يتحرك بواحده يروح وييجي ما فيش اي مشكلة طيب هل القلم بيكون شديدة دكتور بعد العملية؟ بص القلم بتاع العملية مش شديد خالص بالذات بعد ما بنركب له حاجة دكتور التخدير بيزبط له مسكنات بعد العملية في شكل حاجة اسمها بي سي اي البي سي اي ده جهاز بنركبه في الكانولة للمريض بيدي له في أول 24 ساعة أو 24 ساعة مسكن قوي جدا بيبقى عند اللزوم يعني عند اللزوم لزرار المريض لما يتوجع أو يحس بشوية ألم يدوس عليه يدي له جرعة من المسكن وهو جهاز فيري سمارت يعني ما بيديهش مثلا جرعة زايدة ولا جرعة لا بيدي جوع مظبوطة بنزبطها وبيبقى فيه مسكنات كويسة جدا دي بتخلي الألم يكاد يكون مش موجود وبالذات السيدات يعني بيبقى تحملهم للألم بيبقوا قلقانين من الموضوع ده جدا لما بيجربوا الموضوع ده بيبقوا مبسوطين جدا بيحسوا بأي ألم خاصة برضو مع صغر حجم الجرح وبداية الشور ببادري الحاجات دي كلها بتخلي الألم قليلة دكتور بنشكر حضرتك شكرا جزيلا واستمتعنا بيقى حضرتك النهاردة وطبع حلقاتنا النهاردة خلصت ويا ربي كل مشاهدين يكونوا استمتعوا معنا بحلقاتنا النهاردة حلقاتنا اللي هي كانت تكميم المعدة بالمنزار وإن شاء الله الحلقات القادمة هنفجيكم بحاجات كثيرة حلوة وإن شاء الله كل المشاهدين يستفيدوا معنا بيها نشكرها شكراً جزيلاً يا دكتور تحت أمر وكده يكون انتهت حلقتنا النهاردة وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقات جديدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة